من جانبها هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس جمهورية الشعب المصري بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو وخلال منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة انتصار السيسي أن المصريين ضربوا في الثلاثين من يونيو المثل والقدوة في مشهد تاريخي توحدت فيه كل مؤسسات الدولة الوطنية بكل أفرادها وأطيافها وفئاتها ليثبتوا مجددا مدى الحكمة والعبقرية التي يتمتع بها هذا الشعب الكريم اشتركوا في القناة